من جانب آخر وضمن عملية الفارس الشهم ثلاثة وبتوجهات سمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تغادر الدولة في غضون اليومين المقبلين متوجهة إلى العريش بجمهورية مصر العربية سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة والتي تحمل على متنها أربعة آلاف وخمسمائة طن من المواد الإغاثية المتنوعة لدعم الأشقاء في غزة